تنقسم أنواع الدخل الصامت أو ما يسمى أحياناً الضغط السلبي إلى ثلاثة هي بحسب نوع المشاركة الفعلية فيه قد تكون بمستوى أقل أو متوسط أو زائد المشاركة الأقل من أمثلتها تجارة الصور وبيعها واستخدام السيارة مثلاً كوسيلة إعلان وأيضاً استرجاع الأموال عبر استخدام بطاقات الإئتمان أو ما يسمى الكاشباك النوع الثاني هو المشاركة المتوسطة من أمثلتها تأجير منزلك مثلاً أو سيارتك والكسب عبر مواقع الإنترنت من خلال الدورات التدريبية مثلاً أو البورصة النوع الثالث هو المشاركة الزائدة من أمثلتها نشر كتاب وبيعه إلكترونياً أو مدونة مثلاً ونشاط على يوتيوب وغيره كذلك إنشاء تطبيق ذكي يتم استثماره موسيقى 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 لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات موسيقى موسيقى موسيقى